السلام عليكم ومرحبا بكم معنا على راديو أصوات لإذا عليك تفهمني وتفيدني كنقلكم دائماً لجهة طنجة طوان الحسيمة في لقاءات متميزة مع ابناء المنطقة لكيعطيوا إشعاع المنطقة على عدة مستويات تقافية، اقتصادية، جمعوية، فنية وإنسانية اليوم إن شاء الله غادي ناخدكم معاي المدينة أصيلة واللي منها غادي نلتقي بفاعل جمعوي اللي كيعشق مدينته واللي هادي سنينه هو كيحرص على إخلاق على خلق إشعاع ثقافي وجمعوي بالمدينة غادي نتعرف على المسار الناجح دياله لأنه عنده محطات جداً مهمة واللي اليوم غادي ناخدكم لها نتعرفوا عليه شنو سير وراء الناجح دياله وشنو هي مشاريع المستقبلية ضيفي في قصص ناجح اليوم هو سياسين إس بويا أهلاً بيك على راديو أسوات أهلاً وسهلاً ومحبابيكم في شمال ديال المغرب محبابيكم في أزايلة الله يبارك فيك الله يبارك فيك سي إس بويا بحيث في التنمية الشبابية والمجتمع المدني المنصق العام للمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب أول سؤال هو بغينا نعرفه شنو السير وشنو القصة وراء ميولك العمل الجمعوي هو الاهتمام العمل الجمعوي يعني صراحة دائما كيكون تأثير ديال بعض الأشخاص أو بعض الفضاءات اللي كنكونوا فيها ربما واحد زايلة شي كبر فوست أزايلة غمال جوضور دياله من أيتباع مرام ولكن كبر فوست مدينة ديال الفن كتفيها مهراء موسم أصي لتقافيل الدولي كتخرج ونت صغير فوست مدينة قديمة مع أصحابك مع تلامت كتلقى فنانين كيرسمو كتوليت يعيطو لك تمشي ترسم معهم توصح ويجرك تمشي للداتا كل تلخذي اللي عصاها يعني لشو صغير ويجرك ونت ما ما عارش جات هذي إذن هذي مرحلة ديال الطفولة اللي كتعيشها فوست المدينة القديمة واللي عاشوها تقعبا مختلف الأجيال مرحلة أخرها ديالإعدادية واحد مرحلة مشيت قايت فيها فاس كان فيها تأثير كدالي قدرت فيها المصراح لعبتكرة طاولة الهوند الفولي في الأنشطة المدرسية في درشباب السياج في جمعية المبدعين الشباب وكان تأثير ديال واحد الصديق سمو حمد ماء الظهر يعني كان عنده واحد تأثير ديال المحل اللي كان يعلمناه بصراح السينيما نلاحظو مع ممتلين كبار نشوفوهم لشو كنحنا ما زالين أطفال تم العودة ديال المدينة أصيلة أغم أن هاتشي كان هواية في واحد المحلة معينة اللي ما تبطى بتمشي للمخيمات تأثير في المخيمات الصيفية تنخاته جمعية وطنية على المستوى الوطني وخصصاً كانت حركة الطفولة الشعبية في ذيك المحلة أو لاميج يعني واحد من جمعة ديال الجمعية اللي كان عنده واحد ضوء كبير في التأثير ديال الليب إذن هنا ولا هاد الاهتمام يعني اللي صبح من بعد أنه هو الشغل ديالك هو الاهتمام ديالك هو المويول ديالك حتى في دراسة الأكاديمية أنه قاية في المعادة الملكية تكون الأطور ديال شباب ورياضة تخصوص أنشطة شباب درجة اللولة يعني الشغال في رباط كمدير ديال المعادة الوطن للشباب الديمقاطية مع مجموعات ديال الشبابة حزبية مع إدارات إذن كي يقول لي عندك واحد الهاجيس الشغل كذلك في جامعة ديالأصيلة في المبادرة الوطنية تنمية البشرية مع الجمعيات تأسيس ديال المجلس المحلي تشابه في أصيلة إذن يعني ده بنت على الأقل دي ما غير تبقى شاب شابه بالقلب والروح وهو صراحة ترافيه واحد المرحلة كنترافعه خلصا في لائحة القوطة ديال بغلمانية الشباب كنقوله سن قلم 30 عام غصو يكون 35 ولكننا كان أعتبر دائما الاشتغال مع الشباب كي يعطيكو حد طاقة طاقة متى جديدة طاقة متى جديدة وكتعرف أفكار جديدة تصورات جديدة ربما حتى الآن وانا كان بحث في الدراسة الأكاديمية في سلك الدكتورة كتشوف أشنو ما المهن المستقبلية ديال الشباب هاد الجنراريون اللي اليوم الجامعة المغربية أشنو ممكن توجدنا من نوخة اللي غدي تكون في المستقبل أشنو هما هاد المهن اللي ممكن يكونوا إذن دائما الشغل مع الشباب فيه متعا صراحة وهذا المتعام ما كتكونش فقط ربما أصيلة هي الأساس ولكن حتى على الشغل على المستوى الإقليمي ديال منطقة العربية وعلى المستوى الدولي التقاسم ديال تجريب ديال بلادنا التجريبة ديال أصيلة ديال التنظيمات اللي يشغل مع الشباب طيب غدينا نرجعوا ونبقوا معك في أصيلة كيف جاءت الفكرة ديال خلق المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب جاءت بشكل بشكل بسيط يعني كنا شاركنا في واحد تكوين في بيودابيس بغزال كانت كوين المكوينين كان مضمو مجلس أوروبا والالتحاد الأوروبي كانت فيه عامين لقنا أن هذا النوع هذا ديال التنظيمات الشبابية اللي هي متخصصة اللي كتشغل على المشاركة ديال الشباب للحوار ما بين التقافات ما عندناش في المغيب عندناش معيات كثيرة في المغيب ولكن كتخدم في كل شي مشي على هذا الموضوع هذا بالضبط وعلى تعزيز ديال التعاون شمال جنوب نعم إذن كان الإعلان ديال بارسيلون ديال الانالين ديال الحوار ما بين التقافات كنقول إحنا في أسيلة كنخدموه على الجنب ديال الحوار ما بين التقافات بحكم أن أسيلة كفضاء ديال الحوار ديال التقافة ديال الفن نعم كنا علاش منقسوش هذة العملية كنات كمان خمسة ديال الأصدقاء كاملين ولاد أسيلة مشي كاملين جوضغ ديالهم من أسيلة ولكن كيششغل في أسيلة اللي كيشتغل في التعليم اللي كيشتغل في قطعة الخاص كل واحد في شمن مجل وتم تأسيس ديال كانت في الأصل الجمعي المنتدى المتوسطي للشباب والطفولة كان على النتال الاسم ديال الطفولة فمها الأولى شنو سير النجاح ديال هذة المنتدى اللي كيعطي واحد الإشعاع المدينة وخلق واحد الفضاء كبير للشباب لا السير ديال النجاح نحن نتروح الجمعية لذلك سنة في 2005 نحن نقرب عشرين عام سير النجاح بسيط هو أن كان أمنوا بالآخر كان فالوريزيو الناس يعني كتعطيقهم لجميع الأشخاص اللي كينين كتتقسم المعلومة مع كل شي وكتضمن أن تكون تقيقة وحسنية اللي متألة بدون تقيقة ما بين الآخر ما بين الشباب اللي كينين والأعضاء ديال المكتب ما عناش المعلومة اللي مختصرة عند الرئيس أو عند شي واحد في المكتب ولكن الجامع كيعرف المعلومة بما فيهم الجانب المالي اللي كيتخبعوا فيه الناس جمعية أنتو ما كتعملوه في الشفافية كيعرفوه كاملين شنو كين عند الجمعية والإضافة للمبادرات يعني على المستوى الدولي مجموعة ديال الشباب اللي كانوا من أصلة أو من المغيب اللي كيشوكوا في لقاءة دولية في مجال ديال التطوير في تكوينات أسسنا أنديا في وسط الجامعات عندنا هنا في طنجة مثلا المدرسة الوطنية التي جاءت كين كلوب ديال فوميش كان عندنا في المعادة العالية السياحة كان في الأخوين إذن الجمعية ما بقعاش ديك خمسة كبرات واللي ده أكثر من 900 واحد على المستوى المغيب نعم شبكة وخلايا متعددة وعندها سمعات ديالها هنا فين كنقولو في ديك الجانب ديال الدبلوماسية الشبابية لا نستعملو الدبلوماسية الموازية لأننا نستعملو الدبلوماسية التشاركية أكثر لأننا نتقاطعو وكتهمنا للمجدية البلد على المستوى الدولي ولكن نتقاطعو لا نشوف في جانب الموازي إذن نحتل المفاهيم نخدمو عليها مهم مهم كتير سبارك الله عليك سياسين إسبويا أنتم دائما تتابعونا في قصص نجاح خاصة بالجهة تنجاح تطول حسيم على راديو أصوات وقصة نجاح ياسين إسبويا كتتجلة في عدة محطات في عدة تحديات عدة إنجازات اللي عاشها وتقسمها كيف كيحكي لنا مع الشباب غادي نتكلم على واحد نقطة مهمة هو خطاب الكراهية في منصة التواصل الاجتماعي اشتغلتي على هذه النقطة دائما من خلال مبادرة جمعوية ولسيما هذه البرامج وهذه الجهة في الأسبوع الخاص بالجهة طبعا المغاربة متبعين كأس إفريقيا الأمم متبعين المنتخب الوطني وهذا الشي اللي شفناه مؤخرا يعني شفناه واحد النوع من شنو سنسميه التشاحن في داخل الملاعب الكرة القدم وش انتم بحكم النوع عندكم سابقة في الموضوع في كانت المبارمة بين ترجي والويداد اللي يعني تجلات من بعد في واحد الخطاب الكراهية ياري تقول لنا رأيك ياسين اسبويا فهذا الشي ده اللي كيوقع فلا كان شوف للأسف شد هو أن خطاب الكراهية واللي عندنا منتاشة فسط المجتمعات خصوصا خصوصا من كان خطاب الكراهية كي بدأ عندي من الحومة كيدوز الفرص كما كان قولو كينش الفيسبوك في الريزو كاملين كينفاجر فسط الملاعب كيوالي عندي عنف خارج الملاعب كان هرسول ممسلكة العامة كيوالي عنده تعتيرات اقتصادية اليوم في كأس إفريقيا واللي كان بغير الخير بلدنا للأسف كان مجموعة الإعلاميين في دول قريبان عن قصد وهذا هو المؤسف ماشي غير قصد كما كان القوم غير قصد كيستعملوا بعض الكلمات أو بعض المصطلحات هم معرفين ش الدلالة ديالها وحتى الاختلاف الجغرافية بالمناطق كيكون في حمولة ديال الكراهية اليوم في كأس إفريقيا كان القوم بشكل في القنوات كلفازية في وسائل التواصل الجديد معي التحريض ديال ديال فراق أخرى باش أنها تنتج خطب الكراهية أنه ضد المغرب المنتخب تصريحة ديال المدرب الأول ديال ما ما صرح أنه باش تم التهم ديال بالعنصرية كيف شنتو ما كيف شنتك تشتغل على تغيير هذا الخطب مناهضة خطب الكراهية تنتج خطب باديل تحاول تكون راقف التعامل ديال كيف غير هد اليومين حاولنا نتعمل الاتهامة توجه هات الرئيس للجامعة سي القجاع مثلا شخصيا أو في داخل الجناف تقسمنا تدوين ديال سيس ديال العميد الفريق الوطني لأنه شالوا هد العملية ديال هات شي ديال خطب الكراهية كيف نتعمل معه نحن هي نفس العملية عند كفاءة مغيبية كيف كنفتخوا بالكفاءة المغيبية ميمكن ش أنها تتحارب من دول الخير لأنها تدفع على بلادها وكتقدم المصالح ديال المغيب طيب نقطة أخيرة دائما ياسين إسبوية ابن أصيلة وقصص ناجح يعني ساهمتي في عدة لجان التظاهرات للوطنية ولا الدولية أنا حاولت نلخص لكم هذا الشي ساهمتي في عدة لجان وهي التابعة للمجلس ثقافي البريطاني الاتحاد الأوروبي الجامعة الدول العربية أنا بغيت نختمه على الجوائز اللي حصلت عليها كين جائزات في القمة الاقتصادية لملوك ورؤاسة الدول العربية قيادة المستقبان من لدون جغانس مونتانا ببلجيكا وكي المزيد اليوم وش هاد الشي كيزيد يحفزك أنك دائما تبقى كتكتب هاد القصة النجاح ديالك بتأكيد هاد شي كيحفز وده غدين عطيك الانعكاس دياله تأكير دياله على المستوى دي المدينة أصيلها ولا العلاقتنا مع المجتمع المحلي والدينامية اللي كي تقودها بلدنا اللي كي يقودها صاحب الجل هو إحداث مركز ديالتابيو تكوين بشركة مع المبادرة الوطنية التنمية البشرية مع التعاون الوطني مع الجامعة ديالأصلة أن مركز تتم البناء دياله الإحداث دياله اللي كي يستفدموا منه النساء وشباب في مجموعة ديالتكوينات ولي في أحياء هامي الشيء النوجة في حي شعبي هذا نتيجة ديالو مجموعة ديالأفكار بين على هاتشي لأنك يبقى وجوائز هو بالنسبة لي جوائز هي واحد تتمين وتحفيز ديال ديال المبادرة كما كتقومون أنتما اليوم كتحفزوا كتتمنون جهودات ديالناس ديالجي في مجالات مختلفة نفس العملية ديالجوائز صحيح عندها قيمتها المستوى الدولي خصا مليكي تم تكريم ديالك في القيمة الملوك وقصة الدول في شرام الشيخ 2011 كتقول كمم كنضى 2011 حني في 2023 وكيختار قيادة من كل دولة وكتكون المغيبي الواحد اللي غادي تم الاختيار ديالك ويكون تكريم ديالك كبيرة عندها معنى عندها معنى ديالها كتقول كمم أن نفتخر بلادي وكن نقل كندير شي حاجة اللي وحدين أخرين يشوفوها عيطو ياسين بحكم الجهود اللي كتكون بها تمشي دوز وحد شهر تشوف تجارب على المستودي الأمريكا في مختلف الولايات كمم وقع كذلك على صعيد المستودي المرسم أصل التقافي من عين سيب عيسى كيف يتم من هذا المجهود هذا وكي يشجع المبادات كذلك أشخاص آخرين من دول أخرى يعني كونسيد لغوب أو جامعة الدول العابية أو صندوق الأمم المتحدة السكان أو البيعات المغريف الأمم المتحدة في نيويورك من يستعيوك لكي تساهم في مداخلات كتحس كتقول لا كيني الناس آخرين اللي في الكواليس ما كتشكوا فهم شنت ولكن هما متبعين ذيك المصار وهذا يجعل أنك كيف كتولي مسؤولية أنك كيف تنقل ذيك الخبرة وذيك تجربة للشباب آخر اللي والأجيال الصعيدة وتعلمهم أنه مجلهم يبقى تبقى في الأرض وأنهم يعطيوا وما يتسنوا المقابل وشجوع العمل التطوع في المجتمع لأنه عنده قيمة كبيرة والعمل الإنسان عنده قيمة كبيرة لما تتعرض لفلوس اللي بتشي هاجر شكرا لك كتير ياسين إسبويا لقاء قريب إن شاء الله على راديو أسوات وكنتمنى لك المزيد من التوفيق شكرا لكم ونتمنى لكم مقام طيبا في الجهة ديال طنجة طوال الحسيمة لأن فيها كفاءات فيها مبادرات كثيرة والعمل الجماعي ديال الفريق ديال العمل هو اللي كيعطي الأكل ديالله كما انتم فريق باش كتنجحوا البرنامج كذلك داخل المجتمع المدني داخل الجماعي كيكون فريق عمل ما كيكونش فقط شخص واحد اللي هو ياسين ولكن أنا كنمتسل ديال الفريق العمل اللي هو كبير في أساس ديال جامعين في باحثين اللي ربما كنحاولو نعطر واحد صورة المغرب والمغربة كاملين خصوصا ان يشاركوا على المستوى الدولي باش يكون عنده واحد تأثير إيجابي على المجتمع الخاصة براديو أسوات ما تبخلوش علينا بتعليقاتكم بالباختاج وكنشكر دائما الفريق ديالنا في قصص ناجح موعد جديد غدا إن شاء الله تابعونا تبقى بألف خير